طيب دكتور يمكن زميلنا مصطفى وضح بعض المعلومات الخاصة باكتشاف الحجر احنا نعرف ايه قصة الحجر ده ايه قصة الحجر ده؟ او ليه اكتب؟ الاكتشاف ده او الحجر ده نفسه كان جزء من لوحة كبيرة تم اكتابتها بمناسبة ان ملك مصر بطلميوس الخامس قدم مجموعة من القرارات اللي بتناسب الكهنة المصريين اللي كان بيحصل في مصر في الوقت ده الوقت ده كانت البلد في حالة اشتعال كانت في حالة مشاكل سياسية واقتصادية كانت مصر تحت حجم البطلمة عنصر اجنابي بيحكم مصر الغريق حكموا مصر بيتمسحوا في المصريين ولكن وضعوا الشعب المصري في حالة ضغط ضغط سياسي وضغط اقتصادي الملك بطلميوس الرابع كان راجل مهزوز ضعيف الشخصية فكان فيه مجموعة من بطانة القصر سيطارت عليه مصر في الوقت ده كانت بتعاني من مشاكل اقتصادية فقدت سيطارتها على الشام ولكن دخلت مصر خارب مهمة جدا اسمها معركة رفح وده كان لأول مرة تشرك فيها العنصر المصري في الجيش وده اللي عمل انتصار كبير جدا في العسكرية المصرية بعد ما عادنا قرون المصريين ما بتخلوش الجيش من بعد الحضارة المصرية القديمة وده بيبين قده المصر لما بيمسك السلاح بيبقى متفوق فيه بعد ما مات بطلميوس الرابع تولى ابنه بطلميوس الخامس أبي فانس كان عنده ما بين خمس سنين أو سبع سنين طفله صغير لسه مش قادر ان هو يمسك بيه أمور السياسة ولكن ابتدى ان هو يحاول يحتوي الموقف ابتدى ان هو يرضي الشعب يرضي الكهنة ابتدى ان هو يوقف الضرائب اللي كانت مفروضة على الكهنة المصريين يخص المخصصات اللي بتطلع من المعابد ويخليها للكهنة فالكهنة عملوا رد اعتبار للملك واصدروا له جوابشه مرة تانية نردع للحجر تحديدا مين اللي كاتبه وازاي الرموز بتاعته لما فكت هي اللي قدرنا نعرف منها الأسرار بتاعت الحضارة المصرية القديمة يعني ايه حجر مهما كانت مساحته ان هو يعرفنا حضارة كاملة باللي تعمل فيها ايه؟ القصة مش في الحجر احنا زي ما كنا بنحكي هو عبارة عن جواب شكر من الكهنة للملك بطلع موس الخامس ان هم بيشكروا ان هو عفاهم من الضرائب عفاهم من اي اجراءات حكومية ان هو خصص ليهم خصصات المعابد وتم ناقش الحجر ده في مدينة منف اللي هي كانت عاصمة مصر القديمة وتم ارساله للملك عبارة عن جواب شكر ولكن مع مرور الزمن الحجر ده اتنقل من مكان لمكان لحد ما وصل لصال الحجر ومنه اتنقل لرشيد كان جزء من طبيعة رشيد اللي بناها الملك المملوكي السلطان المملوكي قيد باي وكان موجود هناك الان جات الحاملة الفرنسية في 1798 وساعتها نابليون بونابارت قرر ان هو يعيد ترميم الطابية دي عشان تكون حصن او نقطة دفاع ضد مسطول الانجليز اللي كان بيهدد الوجود الفرنسي في مصر